جهاز حماية المستهلك بيكون لي دور كبير جداً في ضبط المخالفين ومساعدة المستهلك المصري على إنه يعني ياخد حقوقه بعيد عن أي مخالفات خلوني أرحب هاتفياً بسيادة الواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك برحب بحضرتك سيادة الواء أهلاً بيك أهلاً بحضرتك فندم ومساعدة المشاهدة أهلاً بحضرتك أعرف منك بقى فندم الإجراءات اللي بتتخذوها في إطار مكافحة أي مخالفات بتحصل خاصة يمكن من مبارح للنهاردة زادت المخالفات شوية حضرتك كما تعلمي الجهود الدولة اللي بتتخذها في مواجهة فيروس كورونا والتدابير الاحترازية والإجراءات اللي بتتخذها الدولة في كافة المجالات السيد دكتور رئيس وزراء وجه بدرورة التصدي لكل مستقلي هذه الظروف أو اللي بيحاولوا يوظفوا هذه الظروف والإجراءات لتحقيق أرباح على حساب المواطنين جهاز حماية المستهلك بالتعاون التام والتنسيخ بين أجهزة الدولة المعنية مع ددارة عام البحث التموين مع الرقابة التموينية والتجارية بوزارة التموين تنسيخ تام بناعة أجهزة الدكتور رئيس وزراء التموين إجراءات تتم على أرض الواقع في منظومة لتلقي الشكاوي وغرفة عمليات تعمل الآن يعني اليوم الجمعة حتى اللحظة استعمال 300 بلاغ 300 بلاغ من إمتى تحديدا يا فندم؟ اليوم الجمعة اليوم الجمعة فقط 300 يعني على مدار الأسبوع كان 750 اليوم وغرفة العمليات مستمرة الآن ثلاثة ما يقرب من 300 بلاغ عن ممارسات سلبية بيتم بس هذه البلاغات مباشرة لفريق العمل اللي بيعمل بالتنسيخ والتعاون بين الجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة التموينية والتجارية الجهاز مبرز البلاغات يا سيد اللي هو عني؟ الامتناع عن البيع وجود سلع مجهولة المصدر كمامات مجهولة المصدر قبل قليل اليوم وتم ضبط كمية مكان مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع الكمامات الغير مطابقة للموسطوات ومجهولة المصدر وتوزيعها لأماكن في المحافظات تم التحفظ على المعدات وعلى الشخص طاحب المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وبالأمس تم ضبط أحد الأوكار في محافظة القريوبية اللي بينتج أو بيقدم المستحضرات والمطاهرات وخلافه اللي هي بتصنع تحت بيلستيلين بدون ترخيص ومجهولة المصدر وقد تصيب وتضر بصحة وسلامة المواطنين الجهاز يعلم تماما دوره ومؤمن تماما بنسالته كل هذه الإجراءات اللي بتتم هي بتستهدف مصلحة المواطن بتستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطن توجهات سيد الرئيسة الدائمة الاهتبان بهذا الأمر اتخاذ كل الأجراءات الراضعة لضبط الأسواق لحماية وصول حقوق المستاركين الدور المهم والدور القوي ونحن نسخ فيه ودور أهلين من السيد المواطنين في كل مكان أي حد شايف أي ممارسة سلبية لا يتردد لحظة في الإبلاغ عنها ارتفاع بقى في أسعار السلع في المراكز البيع غيره كل ده يتم التبليغ عنه مباشرة يا فندم أي ممارسة سلبية فندم عبر الرقم المختصف 19.588 في مجموعة عمل وفريق عمل من الشباب يتلقى هذه الشكاة ويتم باستهام مباشرة البلاغات إلى فرق العمل اللي بتعمل على هذا الأمر هناك عنوان المرحلة التنسيخ بين كل أجهزة المواطن هو محور اهتمام أجهزة الدولة الدولة التي تعلق بوطن في مواجه هذا الفيروس ومواجه الأزمات الشعب المصري على قلب رجل واحد رسالة لكل المستغلين أو الجشيين اللي بيستغلوا هذه الفرصة ان يضع المواطن والوطن أمام بطره وأن يتأكد أن المواطن المصري والتاريخ لن ينسى استغلالهم لهذه الظروف القانون لهم بالمرصاد والمجتمع ضدهم بما أن القانون لهم بالمرصاد عايز أعرف من حضرتك يا فندم أبرز الغرامات اللي بيتم توقعها على المخالفين الغرامات يا فندم في قانون حماية المستالك تتصل إلى 2 مليون جنيه لذا تعلق الأمر بصحة وسلامة المستالك وأعتقد أن المخالفات في هذا الأمر تتعلق بصحة وسلامة المستالك ونجع قوات تصل للحبس في قانون حماية المستالك والقوانين الأخرى ذات الصلة قانون قمع الغش والسديس وقوانين التمويل وغش تجاري كل هذه الأمور الإجراءات بتتم من خلال أجهز الدولة المعنية تنفيذا لقانون هل في إطار المعطيات واللي حضرتك شايفه على الساحة حاليا من ممارسات المواطنين والباعة أو أي مخالفات بتحصل هل في هذا الإطار حضرتك تعتقد أن الجهاز هيضطر الاتخاذ أي إجراءات استثنائية خلال المرحلة المقبلة كل الإجراءات فاندم الدولة أو أجهز الدولة وتوجهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بترصد أي سلبيات ويتتخذ أي إجراءات بيتيبقى شايفة أن يلا بد أن تتخذ في حينه عليك شايفة سلسلة الإجراءات اللي بتكلم خلال الفترة الماضية وحاليا في السهل في النهاية تقصد سوق مصلحة المواطن المواطن ده الكلنا بنتمنى أنه يحصل فعلا وبنشكركم على جهودكم سيادة اللواء راضي عبد المواطن رئيس جهاز حماية المستهلك شكرا جزيلا يا فاندم وخلونا مشاهدينا بقى